السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عن اي حاجة بسواء منح او مواضيع دراسية. حاب بوضح بس اللي دي القناة بتاعتنا هتلاقي موجودة عليها كل شيء. منح دراسية كتيرة جدا وفرص موجودة في اليابان في كرية جنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها هتقدر تلاقي فرصة عمل آآ بكل سهولة. كمان كنا عرضنا فرصة وهي كانت فرصة حصرية عملية للتقديم ولبول في حصرية عن طريق قناتنا. وهي كانت فرصة تطوع فيه في اتنين شاملة معظم التكاليف. وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة. ان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم ولبول في حصرية عن طريق قناتنا. آآ بالاضافة كمان كنا علاننا عن خدمة آآ من حوالي اربع شهور. ويخدمت المساعدة في التقديم لأي فرصة او منحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك احية جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس صغير ده. عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ناوه كمان لجميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك. رابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي نتكلم علي النهاردة هتلاقي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب بالنسبة لموضوع النهاردة موضوع مهم جدا. هو ما يعتبرش منحة دراسية او فرصة. ولكن يعتبر حاجة هتقوي من بتاعك. هتزود آآ آآ نسبة العبول بتاعتك في المنح. يعني هتساعدك بشكل كبير جدا. طيب. موضوع النهاردة هو عبارة عن الحصول على كورسات مجانية من موقع اسمه كورسيرة. تمام? موقع كورسيرة ده هيقدم لك ميت كورس. آآ الكورسات دي آآ فري لحد واحد وتلاتين مايو. يعني لحد واحد وتلاتين مايو. عندك ميت كورس في مجالات مختلفة زي الصحة كمبيوتر ساينس آآ مجالات كتيرة جدا. تقدر تختار المجال اللي ينسبك او الكورس اللي انت عايزه. وتحضر الكورس ده وتاخد شهادة كمان مجانا من الكورس ده. يعني انت هتحضر الكورس شهادة مجانية. كل الاشياء دي هتكون مجانا. بس انت تسجل في الكورس قبل واحد وتلاتين مايو. لو سجلت بعد واحد وتلاتين مايو الكورسات كلها ترجع آآ بمبلغ مالي. يعني كل كورس سيبقى لي مبلغ مالي. ولكن دلوقتي زي ما مكتوبوا قدامكم زيرو دولار يعني الكورس ده هيكون فري. تمام كده? آآ ده الموقع اللي انا بشرح لكم انه ده موقع اسمه بزنس ده مش الموقع الرسمي. آآ الموقع الرسمي هو موقع كورسيرا. ولكن الموقع بزنس انسايدر ده اسم لك الميت كورس او جاب لك الميت كورس آآ كلهم الفري وحطهم لك عشان تختار اي كورس انت عايزه من الكورسات الفري دي. تمام? آآ فلو قلبنا في الموقع ونزلنا تحت والموقع تقيل شوية. فا يعني آآ تصبروا عليه في التحميل شوية عشان تقيل الموقع شوية. فهتلاقي هنا ان نبقسم لك الكورسات بالكورس يعني مسلا هتلاقي عندك مسلا كزا برانش فيها. تمام? آآ مسلا آآ تمام? آآ ساينس آآ آآ هتلاقي كزا كتجوري. تمام? ده بالنسبة للانيمال مسلا. آآ لو مسلا هنتكلم على هتلاقي عندك برضو تخصصات مختلفة وكتيرة جدا. تمام? دي طبعا اعلانات يعني الموقع بحطها زي تمام? آآ فانت بتختار الحاجة اللي انت عايزة. وتلاقي بقى قيس على زالك بقى هتلاقي حاجات كتيرة جدا آآ 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 استرومي آآ سوشال ساينس. هتلاقي حاجات كتيرة جدا انت اختار البرانش اللي انت عايزة. وتحضر الكورس ده. طيب ازاي بقى انا آآ اختار الكورس ده وقدم عليه. هتلاقي هنا ان كل كورس عبارة عن لينك. فبتيجي بتضغط على الكورس ده بيحولك للصفحة الرسمية لكورسية. تمام? فانا مسلا اختارت كورس من ضمن الكورسات الموجودة هنا في كورس اسمه تمام? فانا اخترت الكورس ده عشان عايزة آآ يعني احضر الكورس ده. فهتلاقي ان ده الموقع الرسمي الكورسيرة. لو دخل لو انت ضغطت على اي لينك من اللينكات دي او الكورسات اللي موجودة هنا هيحولك على طول مباشرة لموقع كورسيرة ويحولك على طول آآ للينك الخاص بالكورس ده. تمام? طيب هتلاقي ان ده اسم آآ الكورس اللي انا مسلا عايز احضره. وهنا بيقول لك فور فري. والكورس ده هيبدأ من ستة مايو. ممكن انت تبدأ الكورس ده من النهاردة لو حاب. تمام? طيب هتلاقي هنا زي الفاسيليتز اللي بتشملها الكورس ده بيشمل ايه? بيقول لك هيكون في شهادة هيكون في آآ يعني حضور مية في المية او الكورس مكتمل مية في المية. الكورس ده في تسعتاشر ساعة. هيكون باللغة الانجليزية. هتلاقي هنا بقسم لك الكورس بالاسابيع. انت محتاج كم اسبوع في الكورس ده او لازم تاخد كم اسبوع. فهتلاقي هنا بيشرح لك مثلا هي هيكون فيها مقدمة عن الكورس. آآ تمام? وشرح مثلا حاجة معينة تمام? فعندك اربع اسابيع عشان تخلص فيهم الكورس ده. تمام? كل كورس يبقى ليه عدد معين من الاسابيع. آآ طبعا بتبقى مشروحة لك انا محتاج كم اسبوع عشان تخلص الكورس ده. طيب. انا كده تعرفت على الكورس يعني آآ بداية هتروح بقى انت تعمل انرول فور فري. لما تضغط على انرول فور فري. هيزهر لك الشكل ده. طب ايه ده? انت لازم اولا تسجل على الموقع. يعني لازم تعمل الاكاونت الاول على الموقع عشان تقدر تشترك في الكورس دي. طب التسجيل ازاي? ممكن تسجل بالفيسبوك بتاعك. تمام? او آآ انك تسجل بقى بالايميل يعني تكتب اسمك الايميل بتاعك وتعمل كرية للباسورد وتعمل جوين فور فري. لما تعمل جوين فور فري هينقلك على طول صفحة الكورسات بقى ويبقى انت كده سجلت في الموقع. تمام? طيب انا آآ قريدي عملت اكاونت سابقا. فهروح اعمل بالاكاونت بتاعي بالايميل والباسورد اللي انا انشأتهم. فده الايميل والباسورد بتاعي اضغط على تمام? لما هضغط على هينقل لي بعد كده للصفحة بتاعة الكورس. يعني اللي بعد كده للصفحة ان اعايز مسلا الكورس اللي هو اندرويد. يعني اللي بعد كده اللي كيفية الدخول للكورس ده وكيفية البدء فيه. تمام? فهنا هتلاقي ان يزهر لك الاكاونت بتاعك مسلا هيزهر الاكاونت باسمي من هنا. عشان يفتح معايا يعني اي كورسات انا اا احتجتها بعد كده. هيفتح معاك باسمك من هنا. ويزهر لك في الجوزء ده مرة تانية ده مسلا اسمي اهو. ويفتح معايا بالاكاونت بدل جوين فور فري. ويزهر لك هنا اللي هو للكورس. فتروح انت ضغط عليها. تمام? يعني مسلا انت علينا عيد من الاول. هتضغط على وانت مسجل. فبيقول لك ان الكورس تسعة واربعين دولار او هتاخده بالمجان. تمام? تضغط على دي تضغط عليها عشان تاخد الكورس بالمجان. تمام? طيب. بعد لما تضغط عليها تعمل عشان تخش لصفحة اه بقى الكورس. وازاي تشترك في الكورس او تكمل الكورس ده وتبدأ فيه. فهنا هيفتح معايا الصفحة الخاصة الكورس. وانا زي ما اقولتلكم ان الكورس ده اربع اسابيع مسلا ده كميسال انا بابرضه اللي هو насколько. اسبوع الاول التاني التالت. فبتلاقي ان هو ماشي معه خاطه بخطوة. يعني انت هي تخلص الاسبوع الاول هتلاقي الخطه اوصر جانا. اسبوع التاني الفيديو التالت سبع دقايق. يعني بيقول لك انا مقسم لك كل في الاسبوع على كام فيديو. تمام? فمقسمينا هنا الاسبوع التاني في هكذا. تمام? اسبوع التالت اسبوع الرابع لحد لما تخلصه. طيب. وكمان بقى الحاجات الحلوة في الكرسات اللي هنا ان فيها يعني يعني انت على كل حاجة هتخلصها هتلاقي كويز. وفي الاخر خالص بعد لما بتخلص الكورس في الاسبوع الرابع فيه بقى وبعد كده بتاخد الشهادة. تمام? يبقى في اخر حاجة في لان طبعا ممكن شخص يقول طب هم ازاي هيعرفوا ان انا خلصت الكورس كاملا. ما هم هيعرفوا ان خلصت الكورس بناء عن اجزام. احترف تجاوب عليه ولا لأ? فلما تجاوب على اجزام صح هتطلع لك الشهادة. تمام? سقطت في اجزام خلاص. ملكش شهادة. دي هي الفكرة اه بتاعت الموقع فمتقسم المجموعات فيديوهات لازم تخلص الكورس كاملا. تمام? فمسلا انا عايز ابدأ بالانتروداكشن فبتضغط على الفيديو. مسلا اول او اول حاجة في الكورس. تبدأ بقى انك تسمع الفيديو دوت وتفهم كويس. متقسمع الكزا فيديوهات. انا في السكشن الاول في الويك وان. تمام? وتقوم مشغل الفيديو. فيبدأ مسلا ايه بتدي زي انتروداكشن عن الموضوع. تمام? تقول لك مسلا ويك تو هيكون في ايه? وفي الاخر زي كده. تمام? طيب بالاضافة كمان ان انت ممكن تحمل الفيديو ده لو انت عايز. يعني مسلا في شخص ان انت عام ضعيف ممكن يحمل الفيديو ده ويسمعه في اي وقت. في كمان حاجة اسمها يعني منتدى المناقشة. بتضغط على ديسكوس دي من هنا. وبيتحلك انك ممكن تسأل اي سؤال يعني انا مسلا في حاجة شرحت في الكورس ده وانا مش فاهمها. ففي منتدى تمام? بتلاقي ناس كتبة اسئلة. يعني وفي ناس تانية بتساعدها بتجواب لها على السؤال او اصلا البروفيسور صاحب الكورس ده بتلاقيه هو اللي بيرد بنفسه. تمام? ففي الديسكوس ده اكتب اي سؤال انت عايزه. هتلاقي مسلا هيزهر لك هنا. بيقول لك اخر الاسئلة. مسلا واحد بيسال هاو كان ايران بي اي كي فايلز مسلا. فبتلاقي مسلا انك الف ومئة واحد شافها اربعة وثلاثين واحد رد عليه. كده في اسئلة فاهمت? فانت ممكن تكتب السؤال ازاي بتعمل دي. وبعدين تكتب بتاعك وتكتب اللي هو بتاع الموضوع. انت بتتكلم عن ايه او ايه سؤالك وتعمل فتلاقي اني مسلا الناس ردت على سؤالك. فدي حاجة ممتازج جدا. تمام? يبقى انت لو عايز تشرك في الكورس الموضوع سهل بعد لما بتخلص خالص بتاخد ودي برضو من الحاجات الكويسة. كل حاجة فور فري حتى واحد وتلاتين مايو. فاريت لو حابين الموضوع او لو حابين تنضموا الكورسات دي اريد تشتركوا فيها قبل واحد وتلاتين مايو. كده شرحنا كل حاجة بالتفصيل. اه في النهاية اتمنى لكم التوفيق ولا بو في يعني الكورسات دي وانكم تعدوها اه بنجاح وتحصلوا على الشهادات منها. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.